أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف اليوم عن عقد القمة الأردنية الدولية الثانية لطاقة في الفترة ما بين السادس عشر والسابع عشر من الشهر المقبل وقال الوزير في لقاء صحفي عقده اليوم إن القمة ستسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأردن في مجال الطاقة والاستثمار فيه متوقعا أن يتم توقيع مذكرات تفاهم لمشاريع جديدة يجري التفاوض عليها حاليا وبين الوزير سيف أن الاهتمام في القمة بدورتها الحالية سيصب على مواضيع الربط الكهربائي بين الدول والامتيازات التي ستقدم للمستثمر بمجال الثروة المعدنية ومشروع التوسع الرابع لشركة مصفات البترول وآخر مستجدات على مشروع خطأ النفط العراقي الأردني تستهدف هذه القمة وهذا المؤتمر جاذب تركيز الاهتمام وتسليط الأضواء على مستجدات قطاع الطاقة في الأردن وعلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع الحضور في هذا المؤتمر بالعادة يكون محلي وعربي وعالمي لغاية الآن عدد لا يقل عن ثمن وزراء من دول صديقة وشقيقة أكدوا حضورهم لهذا المؤتمر نأمل أن يشكل انطلاقا لترويج لعدد من فرص الاستثمارية ليس في مجال الطاقة المتجددة فحسب بل أيضا في مجال التنقيب والتعدين وغيرها من المجالات التي نعتقد أن الأردن يحظر فيها في مجال وفرص الاستثمارية واسعة